قبيل أي انتخابات في العراق يشتد الصراع بين الأحزاب وكتلها السياسية للحصول على مكاسب جديدة من خلال الاستحواذ على المناصب اختيار المحافظين ومجالسهم إحدى تلك الأزمات التي تمتد في العديد من المحافظات العراقية وسط تجاذبات وتصفية للحسابات بين الكتل السياسية على خريطة تقاسم النفوذ تؤدي في أغلب الأحيان إلى زعزعة الوضع الأمني وهو ما يثير استغراب المواطنين قبل المراقبين استمار الصراع على المناصب تثبته كواليس قرار مجلس محافظة القادسية الخاص بالتصويت على إقالة المحافظ سامي الحسناوي بأغلبية 15 عضوا وما تخللها من تجاذبات وفوضى عمت قاعة المجلس والتي وصلت حد الضرب على الطاولة وسط هرج الموجودين من معترضين على قرار الإقالة ومؤيدين له وعلى الرغم من تأكيدات المجلس بقانونية جلسة التصويت وقرار الإقالة الذي جاء بسبب اتهام المحافظ بهدر المال العام والفساد إلا أن كتلته اعترضت على القرار ووصفت الأمر بالمخالفة القانونية وأن لا سند قانونيا له بحسب رأيها فالوقت الذي هددت بالتوجه للمحاكم للطعن فيه ولعل مجلس محافظة كربلاء وبإقالته لعقيل الطراح واختيار انصيف الخطاب محافظا جديدا وعلي المالك رئيسا لمجلس المحافظة لحق بما حدث بمجلس القادسية من صراعات على المناصب بنفس المحاصصة الطائفية وسط استياء شعبي كبير حول ما يجري من صراعات سياسية مراقبون للشأن المحلي أكدوا أن ما حصل هو تصفية حسابات وتقاسم مصالح بين الكتل السياسية التي تريد فرض هيمنتها على المحافظات العراقية والدوائر الحكومية وأن ما طرأ من تغيرات على الخارطة السياسية وما تبعها من إقالات للمحافظين جعل مجالس المحافظات أدوات بيد الأحزاب الأمر الذي تسبب باستفحال الفساد ويستمر الشد والجذب بين الكتل السياسية من أجل إقصاء محافظ من المنصب والإتيان بغيره بحسب رغبات وتحالفات الكتل في وقت أكد المراقبون أن الصراع على المناصب سيفشل المحافظين بعملهم ويهدد استقرار المحافظات وأمنها وأمنها ترجمة نانسي قنقر